بيبدأ الفيلم بغواص بيلاقي صندوق قديم في قاع النهر وبيحاول يفتحه وفي نفس الوقت بيكون في عمال بينزلوا مصورة كبيرة تحت النهر عشان يركبوها ولكن المصورة بتقع منهم في قاع النهر وبتيجي على الغواص وساعتها بيتفتح الصندوق وبيخرج منه قناع خشبي شكله غريب جدا وبيفضل يطفع على المياه لحد ما بيختفي بنشوف بعدها موظف بنك اسمه ستانلي وهو بيتكلم مع صاحبه شارلي وبيشتكيله من حياته المملة وأثناء كلامهم بتيجي واحدة اسمها تينا تتكلم مع ستانلي وبتقوله انها عاوزة تفتح حساب في البنك وبتعزمه على حفلة في البار اللي هي بتشتغل فيه ولكن بيطلع انها بتخدعه وحطة كاميرا في شنطتها وده عشان تصور خزنة البنك للعصابة اللي هي شغالة معاها وساعتها بيكون دوريان رئيس العصابة قاعب بيتفرج على الفيديو وبيخطط ساعتها لسرقة البنك فبيقوله فريزي المساعب بتاعه انهم لازم يقولوا لنيك زعيم المافيا الاول وإلا هيحصل لهم مشكلة فبيرفض دوريان وبيقوله انه اصلا عاوز يسرق البنك ده عشان يبقى معاه فلوس كتير ويقدر يتخلص من نيك وساعتها هيكون هو زعيم المافيا الجديد بنرجع تاني لستانلي وهو عند الميكانيكي عشان يستلم عربيته اللي بتتصلح ويروح الحفلة بتاع تينا فبيقوله الميكانيكي انه عربيته لسه متصلحتش وبيديله عربية قديمة من عنده يقضي بيها مشاويره وبيضطر استانلي ياخد العربية وفعلا بيروح الحفلة وهناك بيقابل صاحبه تشارلي وبيحاول يدخل معاه ولكن الحراس بيرفضه وبيرموه برى البار لانه مش معاته سكرت الحفلة وبيطلع ان دوريان رئيس العصابة هو صاحب البار دوت وقتها بتوصل تينا وبتقابل استانلي وبتقوله انها بتشتغل مغنية في البار وبتسأله انت ليه ما دخلتش الحفلة فبيرفض يعرفها انه اضطرب من البار عشان شاكله ما يبقى شوهش قدامها وبيبان كده انه معجب بيها وبعدها بيسيبها وبيمشي وفي طريقه بتتعطل العربية على الجسر وبينزل يتمشى لوحده وفجأة بيشوف حاجة غريبة في النهر وبيفتكر ان حد بيغرأ فبيروح بسرعة عشان يساعده ولكن بيتفاجئ انها مجرد زبالة مش اكتر وبيلاقي فيها القناع الخشبي اللي شوفناه في اول الفيلم وبيلاحظ انه بينور ولونه اخضر فبياخد القناع معاه وبيرجع للبيت وهناك بيقعد يتفرج على تلفزيون وبيلاقي الكلب بتاعه عمال ينبح ناحية القناع وكأنه كده في حاجة غريبة فيه فبيستغرب استملي وبيمسك القناع عشان يتجرب يلبسه ولكن بيتفاجئ ان القناع ده مصحور وبيتسحب ناحية وشه وبيلاقيه بينور باللون الاخضر فبيكرر يلبسه وبيبدأ القناع يلزق في وشه وبيخليه لف في البيت بشكل هستيري وفجأة بيتحول استنلي لمهرج مضحك ووشه لونه اخضر وبيخرج من البيت وبيتسحب عشان الجرام ما يسمعهوش واسناء ما هو ماشي بتخرج من جيبه الساعة سحرية بتفضل تتنطط فبيخرج من جيبه شاكوش كبير وبيفضل يضرب المنبه لحد ما بيكسر الارضية فبتتدايق جارته بسبب الصوت وبتخرج عشان تشوف في ايه واول ما بتشوف شكله بتفضل تصرخ بصوت عالي وبتجيبه اندقية عشان تضربه بالنار فبيهرب استلي وبيفضل ينط لحد ما بيقع في الشارع وبيكون جسمه لازق في الارض وكأن ورقة فبيرجع جسمه زي مكان وبيتماشى في الشارع وفجأة بيقابل عصابة وبيكونوا عاوزين يسرقوه فبيهرب منهم بسرعة وبيطلعوا يجروا وراه لحد ما بيلاقوه واقف وبيعمل عرض بالبلونات زي المهرجين وفجأة بيحاول باللونة لسلاح وبيضرب عليهم النار فبيطلعوا يجروا وهم خايفين وبعدها بيروح للميكانيكي وبيعاقبه عشان ما صلحلوش العربية بتاعته وتاني يوم بيصحى استلي وبيكون فاكر ان كل اللي حصل مبارح دوت مجرد حلم وساعتها بيخبط عليه محقق شرطة اسمه نيتش وبيبدأ اسأله لو شاف مهرج مبارح عمل فوضى في البيت والشارع فبيتصدم استلي وبيعرف ان كل اللي حصل ده كان حقيقة وبيجزب على المحقق وبيقوله انه ما يعرفش اي حاجة وبعدها بيروح للشغل وبيسأل صاحبه تشارلي انا روحت فين مبارح وقبل ما يكمل كلامه بيجي المدير يزعق لستانلي عشان اتأخر عن الشغل وبيحذره ما يكررش الموضوع ده مرة تانية ولما بيرجع لشغله بتيجي صحفية اسمها بيجي عشان تتكلم معاه وبتبدأ تسأله لو يعرف اي حاجة عن المهرج الاخضر اللي ظهر مبارح في البيت ولكن كالعادة بيجزب استانلي وبيعرفها انه ما شفهوش فبتديله الكارت بتاعها وبتمشي وفي الوقت ده بيروح دوريان رئيس العصابة عشان يقابل نيك زعيم المافيا وبيتفاجئ انه عارف كل حاجة عن موضوع سرقة البنك وانه عاوز يكون هو زعيم المافيا مكانه فبيتري عليه نيك وبيخليه حط كرة الجلف في بقه وبيهدده انه يخلص عليه لو ممشيش من المدينة في خلال يومين وبالليل بيصحى استانلي وبيكون معلق ورق الجرنال فيها الصورة تينا فبيكرر يلبس القناع ويتحول للمهرج عشان يقرب منها ويلفت انتباهها وفعلا بيتحول لمهرج وبتكون اول فكرة في دماغه انه يجيب فلوس عشان يدخل البار اللي تينا بتشتغل فيه وبعد شوية بتروح حصابة دوريان للبنك عشان يسرقوه ولكن فجأة بيلاقوا ان استانلي خارج من البنك وبيتلفت بطريقة استيرية وبيكتشف انه هو اللي سرق الفلوس من البنك وبيطلع يجري وقتها بتوصل الشرطة وبيتطار العصابة انهم يهربوا فورا من المكان وفي نفس اللحظة بيروح استانلي للبار وراكب عربية ليموزين وبيرمي فلوس كتير للامن عشان يدخل البار وفعلا بيدخل وبيتفرج على تينا وهي بتغني وبيكون منبهر بجمالها لدرجة ان لسانه بيخرج بالربوءه وقلبه كمان بينبض وكأنه هيخرج من جسمه فبيروح يرقص معاها وطبعا ما بتكونش عارفة ان دا يبقى استانلي بسبب قناع المهرج اللي هو لابسه واسناء ما كان بيرقص معاها بيروح العصابة عشان يقابلوا الدوريان في البار وبيقولوله ان في مهرج سرق الفلوس من البنك وبالصدفة بيشوفوه وبيرقص معتينا وبيشاوروا عليه فبيأمر دوريان واحد من رجالته انه يضرب عليه نار ولكن الطلقة بتيجي في الجرفاتة بتاعت استانلي وبتطقطها وبتقع على الأرض ومن غير ما ياخد باله بتتحول الجرفاتة لحتة قماش مبجامة بتاعته اللي كان لابسها قبل ما يتحول للمهرج وفجأة رجالة دوريان بيبدأوا يضربوا عليه نار فبيأتفادها كلها وبيفضل يتنطط لحد ما بيهرب وساعتها بيجي المحاقق نيتشو معاه الشرطة وبيقبض على دوريان وده لان عصابته كانوا موجودين وقت سرقة البنك والشاكك فيهم وبالصدفة بيشوف القماشة بتاع بيجامة استانلي اللي شافها هو لابسها ووقت ما خبط عليه فبيبدأ يشك فيه وبيقرر يحقق معاه وتاني يوم بيصحى استانلي على صوت المحاقق وهو بيخبط على الباب فبيرتبك وبيفتح الدولاب عشان يغير هدومه ولكن بيطلع انه شايل فلوس البنك في الدولاب وبتقع على الأرض فبيحاول يرجع المكانها مرة تانية وبيفتح الباب للمحاقق نيتش وهو متوتر جدا فبيدخل نيتش عشان يحقق معاه في سرقة البنك وساعتها بيحاول الكلب بتاع استانلي انه يفتح الدولاب اللي موجود فيه الفلوس ولكن استانلي بيلحقه في آخر لحظة وبيقول للمحاقق انه ما يعرفش أي حاجة عن الفلوس دي لانه مجرد موظف في البنك وبعدها بيرجع المحاقق لمركز الشرطة وبيراجع الكاميرات ولما بيشوف المهرج وبيسرق الفلوس بيضطر وقتها انه يخرج دوريا من السجن وقتها بيتكلم دوريا مع رجالته وبيقول لهم ينشروا خبر في المدينة انه هيدمه كافأة خمسين الف دولار للي هيقبض عن المهرج وبيطلب من تينا تدور عليها كمان لانه كان بيرقص معاها فبتروح تينا تقابل استانلي في البنك اللي بيشتغل فيه وبتسأله لو يعرف مكان المهرج بحاجة انها عاوزة تقابله وتتكلم معاه فبيفرح استانلي وبيأكد لها انه يعرفه شخصيا وهيخليه قابلها بالليل ولما بيخلص شغل بيرقبوا المحاقق نيتش هو والمساعد بتاعه لانه مشاكين فيه وساعتها بيشوفوه وورايح يعود في الحديقة لوحده وبعدها بتيجي تينا تقعب معاه وبيبان كده انها بتحبه فبيقول لها استانلي انه مضطر يمشي عشان المهرج زمانه جاي واول ما بيمشي بتحاول تينا تروح وراها عشان تقوله انها بتحبه ولكن بتلاقي المهرج قدامها وبتكون مش عارفة ان ده يبقى اصلا استانلي وبيتكلم معاه بطريقة غريبة وفاجأة بيجي المحاقق نيتش والمساعد بتاعه وبيحصلوا المكان فبتهرب تينا بسرعة وبيقبضوا على استانلي وبيحطوا كلبشات في ايده ولما بيفتشوه بيقدر يفك نفسه وبيضربهم هم الاتنين وبيحط الكلبشات في ايديهم وبيهرب من الحديقة فبيقفل الباب بسرعة عشان ما يجروش وراه ولكن بيتفاجئ ان في عربيات شرطة كتيرا محصراه وبيأمروا يسلم نفسه فبيلبس زي مكسيكي وبيفضل يرقص وبيجبر الزباط انهم يرقصوا زيه وبعدها بيهرب بسرعة وبيشيل القناع من على وشه ولما بيلاقي ان الشرطة بيدوروا عليه بيشوف عربية الصحفية بيجي وبيروح يركب معاها فبتاخدوا المغزن الجرايد وبتبدأ تسأله انت الشرطة باتطردك ليه فبيضطر يقولها الحقيقة وبيحكي لها كل حاجة عن القناع وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي ان دوريان وعصابته في المكان وبيكتشف ان بيجي خداعته وهي اللي كلمتهم لانها شافته وبيقلع القناع ولما عرفت انه هو المهرك راح تبلغت دوريان عشان تاخد مكافئة الخمسين الف دولار وساعتها بيقمر دوريان رجالته انهم يعلقوا ستانلي عشان يقولهم على مكان الفلوس اللي سرقها من البنك وفعلا بيقولهم على مكانها وبيلبس دوريان القناع وبيتحول لمهرك شكله مرعب جدا وبعد شوية بيربطه ستانلي وبيرموه قدام مركز الشرطة فبيشوفه المحاقق نيتش وبيلايف جيبه قناع اخضر العصابة كان حط نهوله وبيعرف انه هو المهرج وبيحبسه في الزنزانة وقتها بيسمع ستانلي صوت الكلب بتاعه وبيلاقيه واقف برى مركز الشرطة وفجأة بتيجي تينا تزوره في السجن وبتعترف له انها كانت شغالة في عصابة دوريان وبتقوله انها بتحبه وعرفت انه هو المهرج واول ما بتخرج من مركز الشرطة بيشوفها عصابة دوريان وبيطلعوا يجري وراها وبيكون ستانلي شايف كل اللي بيحصل من شباك الزنزانة واسنها ما كانت بتهرى بيقطع دوريان عليها الطريق وبيمسكها وفي الوقت ده بيقدر الكلب ينط نحية شباك الزنزانة فبيمسكه ستانلي وبيدخله جوه وبيخليه يسرق مفاتيح الزنزانة من ظابط الشرطة واول ما بيخرج من الزنزانة بيدرب الزابط وبياخد المسدس بتاعه وبالصدفة بيقابل المحقق نيتش وبيهدده ستانلي بالمسدس وبيحط الكلبشات في ايديهم هما الاثنين وده عشان يقدر يخرج من مركز الشرطة وينقص دينا وفي الوقت ده بيكون عمدة المدينة في البار بتاع نيك زعيم المافيا وبيعمل لقاء صحفي عشان يجمع تبرعات للمدينة وفجأة بيدخل دوريان ولابس القناع وبيخلع صابته يضربه نار على نيك عشان يخلص عليه فبيصوب نيك مسدسه ناحية دوريان وبيضرب عليه نار ولكن بيتفاجئ انه ما تقصرش وبيجمع دوريان الرصاص في بقه وبيحديفه عليه وبيموته وفي نفس الوقت بيوصل استانلي وبيسيب المحقق والكلب في العربية ولما بيدخل للبار بيلاقي ان دوريان رابط تينا وحاطت جنبها كومبيلة هتنفجر في المكان كله بعد عشر دقايق فبيشوف صاحبه تشارلي وبيدينه مسدس عشان يخرج الناس له في المكان وقبل ما يروح ينقص تينا بيجي واحد من العصابة وبيقبض عليه ووقتها بتيجي الفكرة لتينا انها تستفز دوريان وبتقول له انت ضعيف يلا من غير القناع فبيتدايق وبيخلعه قدامها بكل ثقة وساعتها بتستغل الفرصة وبتشوت القناع من ايديه وفجأة بيظهر الكلب بتاع استانلي وبينطه وبياخد القناع بسرعة فبيجر وراء افراد العصابة عشان ياخده منه ولكن الكلب بيلبس القناع وبيتحول وساعتها بيقدر استانلي يضرب دوريان وبياخد القناع من الكلب بس لسوء الحظ العصابة بيضربه عليه نار والقناع بيطير من ايده فبيروح استانلي ياخده وبيلبسه اخيرا وقبل ما العصابة يكملوا ضرب النار بيتفاجئ ونطلع اسلحة كتير جدا وموجهة ناحيتهم فبيخافوا وبيهربوا بسرعة من المكان وبيطلع عن خداعهم والاسلحة اللي معادي كلها اصلا اسلحة لعبة وبعدها بيروح ياخده القنبلة وبيبلعها وبتنفجر في بطنه وبيكون لسا عايش بفضل سحر القناع وفي اللحظة ديت بيمسك دوريان سكينة عشان يخلص عليه ولكن استانلي بيرسم رسمة سفون وبتتحول لحقيقة واول ما بيلاقيه بيقرب عليه بيشد السفون فبيقع دوريان في حوض المياه وبيتسحب تحت الارض وبعدها بيخلع استانلي القناع وبيروح مع حبيبته تينا نحية الجسر وبتاخد منه قناع وبترميه في النهر وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم في متحب وبيكون فيه عالم اثار بيتكلم عن قناع غريب جدا بيعود تاريخه لعصر الحضارة النرواجية وبيقول ان لوكي ملك الشر هو اللي صنع القناع الغريب دوت واي حد بيلبسه بيكتسب قوة خارقة ولكن وبسبب اعمال لوكي الشريرة اضطر والده اودن انه يعيش هو وشعبه في كوكب تاني اسمه اسجارد وقرر يعاقب لوكي وخلى عايش على الارض للابد وبعيد عن شعبه وقتها بيكون لوكي في المتحف ومتنكر على هيئة بشر وبيكون سامع كل الكلام اللي بيقوله عالم الاثار فبيتعصب جدا وبيتحول لشكله الحقيقي وساعتها بياخد القناع لكنه بيكتشف انه مزيب فبيستخدم السحر وبيشيل وش عالم الاثار وبيحطه مكان القناع وبيبدأ يضرب نار على الحراس من ايديه وفي الوقت ده بيكون القناع الحقيقي موجود في البحيرة وبيلاقي كلب بتاع اتنم الجوزين اسمهم تيم وتونيا واللي بيكونوا في زيارة البيت صحابهم عشان يتطمنوا عليهم وإحناك بيشوف تيم ولادهم وبيكون متضايق منهم لانه ما بيحبش الاطفال نهائي فبيمشي هو ومراته تونيا عشان يرجعوا للبيت وفي طريقهم بتقول له تونيا ان نفسها تخلف جدا فبيتجهلها تيم لانه رافض الموضوع ده تماما وساعتها بيوصل الكلب بتاعهم للبيت وبيكون معاه القناع وبعد شوية بيوصلوا للبيت وما كمان وبتتدايق منه تونيا بسبب رفضوا الموضوع الخلفة وبعدها بتدخل قضتها فبييجي الكلب يلعب معاه وبيتديله القناع وساعتها بيكون تم مستغرب جدا من شكل القناع لانه قديم جدا وبيفتكن ان الكلب بتاعه سرقوا من الجران المهم في اللحظة ديت بيكون لوكي قاعد على البحر وفاجأة بيظهر له والده من خلال بوابة سحرية في السماء وبيأمره ان يدور على القناع ويجيبهوله في اسرع وقت فبيضطر لوكي ان ينفذ اوامره عشان ما يعقبوش وساعتها بيكون تم قاعد بيرسم شخصيات كرتونية لان نفسه يعمل كرتون للاطفال ويقدمه على التلفزيون فبتيجي مراته تونيا تتكلم معاه وبتقوله ان نفسها تكون ام ولكن تم بيرفض كالعادة بحكة ان حياتهم المادية مش مستقرة وان للأسف وظيفته اجرها بسيط جدا وبنعرف ان وظيفته بيفضل لابس فيها زي السلحفة وبيفسح الاطفال في قناة الفيزيونية بتزيع افلام كرتون المعمل لما بيروح شغله بيتكلم معاه صاحبه وبيقترح عليه انه يروح يوري المدير رسوماته يمكن تعجبه ويعمل عنها فيلم كرتون فبيتحمس تم للكلام وبيروح يوري رسوماته للمدير بس للأسف ما بتعجبوش وبيمشي تم ومتدايق فبيرجع للبيت ومش عارف يلبس فيها ايه فبتختارح عليه انه يلبس القناع اللي الكلب بتاعه لقاه لانه شكله غريب جدا وفعلا بياخده ومش بيلاحظ ان القناع بينور باللون الاخضر ولما بيوصل لمكان الحفلة بيقرر يلبس القناع لكنه بيتفاجئ ان القناع دوب بيلزق في وشه وبمجرد ما بيلبسه بيتحول لمهرك مضحك ووشه لونه اخضر فبيدخل الحفلة وبياخد المايك وبيفضل يرقص ويغني وبيكون كل الناس مبسوطين بالعرض اللي بيعمله ووقتها بيشوفوا المدير وبيعرف ان ده يبقى تيم وبيكون مباهر به وفكره متنكر في الحفلة ولما بيرجع تيم للبيت بيروح عشان ينام وبيظهر ان امراته تونيا بطنعها بتنور باللون الاخضر وتاني يوم بيصحى وبيكون فاكر ان الحصل مبارح ده كان مجرد حلم لكنه اول ما بيروح للشغل بيلاقي زميله بيشكروه على العرض الجميل اللي قدمه مبارح فبيتأكد ان كل اللي حصل ده كان حقيقي وساعتها بيستدعي المدير لمكتبه وبيقوله انه كان منباهر بالعرض اللي قدمه عشان كده قرر يرقيه وهيخلي رسام لأفلام الكرتون فبيفرح تيم جدا لانه اخيرا هيحقق حلمه واول ما بيرجع البيت بيدور على القناع لكنه مش بيلاقيه وساعتها بتيجي مراته وبتعرفه انها حامل فبيعمل نفسه فرحان قدامها عشان ما يدايقهاش وبعد فترة بيوديها للدكتور عشان تعمل صنار وبيتفاجئ ان الطفل عمال يرقص في بطنها وبيعمل تصرفات غريبة واول ما بيتولد الطفل دوت بيسموه ألفي وساعتها بيعرف الموضوع دوت اودن ملك اسجار ووقتها بيكون ابن لوكي في محل تحف وبيلاقي قناع مزيف شبه القناع بتاعه فبيسيطر اودن على جسم صاحب المحل وبيقوله ان فيه ولد تولد وعنده قوة خارقة بسبب انه تأثر من القناع وبيأمره ان يدور على الولد ده فورا ويجيبه هو والقناع وفي اللحظة ديت بيكون القناع مع الكلب بتاع تم واللي بيكون متضايق جدا عشان تم بقاش يهتم بيه من ساعة مخلف وساعتها بيروح تم للشو وبتعب مراته تلعب مع ابنهم ألفي وبتنفخ له في البلونة وفجأة بينفخ ألفي راسه الشبه البلونة وبيطلع انه عنده قوة خارقة زي ما اودن قال وتاني يوم بيتنكر لوكي على الشكل نحلة وبيروح للمستشفى اللي تولد فيها ألفي فبيبدأ يقرس الممرضة وبيتنكر على شكلها وبياخد قايمة فيها أسماء وعنوين كل الأطفال اللي تولدوا في الفترة ديت وده عشان يدور على ألفي وياخده هو والقناع وقتها بتحاول تونيا انها تصح تم وبتعرفوا انها مسافرة أسبوع عشان عندها الشغلة برا المدينة وبتطلب منه انه ياخد باله من ابنهم ألفي فبيتصدم تم وبيروح يطلب أجازة أسبوع من مديره عشان يعرف يهتم بابنه فبيوافق المدير على طلبه بشرط انه يعمل الرسومات الكارتونية في البيت ويبعتها له كل يومين ولما بيرجع البيت بيحاول يلعب مع ابنه ألفي وبيتفاجئ انه بدأ يتكلم وبيقول ماما فبيحاول يعلمه انه يقول كلمة بابا ولكن ألفي بيرفض وبيبان كده انه مش طايق أساسا وفي نفس الوقت بيروح لوكي لبيوت الأولاد اللي معاه في القايمة وبيدور على أي طفل فيهم عنده قوة خارقة لكنه ما بيلاقيش حاجة وبيكون خايف جدا ان والده أودني عخبه وساعتها بيكون تيم قاعد وبيشتغل وبيتعصب جدا لما ألفي بيرمي أكل على رسوماته فبيقعده تيم قدام التلفزيون وبيشغله كرتون عشان يلهيه عنه وبالليل بيقعد الكلب يحفر في المكان اللي شايل فيه القناع وفجأة بيلبسه بالغلط وبيتحاول شكله تماما فبيروح يبص على ألفي بيكون متضايق منه جدا لأنه أخد اهتمام تيم وطونيا ولما بيطلع النهار بيتفاجئ تيم ان ابنه بيقلد الكرتون اللي اتفرج عليه وبيفضل يرقص ويغني بطريقة يسترية وكمان بيمشي على الجدران وبيكون كل ده مصدوم ومش عارف ان ألفي عنده قوة خارقة بسبب انه تأثر بالقناع فبياخده بيروح يوديل جرتو وبيحكي لها على اللي حصل وعشان يأكد لها كلامه بيطلب من ألفي ان يرقص زي ما كان بيعمل ولكن ألفي بيرفض وبتكون الست مش مصدقاه وفاكره مجنون فبيبدأ يتعصب عليه تيم ويزعقله ولما بيرجعوا البيت بيمسكوا ألفي من رجليه وبيفضل يضربه لحد ما بيشوف لعبة وبيروح ياخدها وبيكون الكلب هو اللي مدهاله وحاطط له فيها متفجرات عشان يخلص عليه بس ألفي بيكون زاكي جدا وبيقدر يطفيها وبيعمل صوت انفجار ببقه عشان يغدع الكلب فبيسمع الكلب صوت الانفجار وبيكون فاكر كده انه خلص عليه فبيرمله ألفي عظمة فيها متفجرات وبيروح الكلب يمسكها وفجأة بتنفجر في وشه لكنه مش بيتأثر بسبب انه بيكون لابس القناعة السحري وبالليل بيكون تيم خايف جدا وبيشوف قدامه الكلب وبيتسحب وبيغمز له بعنيه فبيتصدم تيم وبيفقد الوعي وساعتها بيروح الكلب عشان يربط ألفي بخطاف ويرميه برا البيت وبيقدر يشيل الخطاف من غير ما الكلب ياخد باله وبيربطه فيه فبيقع الكلب في الفخ بتاعه وبيتسحب لحد ما بيقع من البالكونة وساعتها بيتشال القناع من على رأسه ووقتها بيوصل لوكي لبيت تيم وبيشوف ابنه ألفي لكنه مش بيلاحظ عليه اي علامات غريبة فبيفتكر ان ده مش هو الطفل اللي عنده القوة الخارقة وبعدها بيسيبه وبيمشي ولكن اول ما بيركب عربيته بيشوف ألفي وهو في عربية تيم وبيلف رقابته وبيعمل حاجات خارقة فبيتأكد ان هو طفل اللي بيدور عليه وبيفضل ماشي ورا تيم لحد ما بيروح له وبيسأله عن مكان القناع وبيقوله ان ألفي تأثر بالقناع وبقى عنده قوة خارقة فبيتصدم تيم وبياخد ابنه وبيطلع يهرب بس للأسف بيقدر لوكي يوصله وبيحدف عليه قنبلة وساعتها بيستخدم ألفي قوته وبيعمل درع عشان يبعد القنبلة وده بيخلي لوكي يتعصب وبيرجع للشكل الحقيقي وبيحدف عليهم نار ولكن فجأة بيتحكم قدم في جسم تيم وبيسحب قوة لوكي وبيكهربه عشان يعاقب على تصرفات الشريرة وكمان بيستخدم ألفي قوته وبيمسك صندوقين زبالة وبيضربوا بيهم ووقتها بيرجع تيم لجسمه مرة تانية وبيجيلهم كلمة من المدير واللي بيزعق له عشان يتأخر على اجتماع فبيروح تيم للشركة وبيتفاجئ ان المدير قرر يرفضه من الشغل فبيرجع البيت ومتدايق جدا وبيتصل على مراته تونيا عشان يحكي لها اللي حصل وبيبدأ يحب ابنه ألفي وبيحضنه عشان أنقذه من لوكي ووقتها بيدخل لوكي للبيت من غير ما حد يحس وبيعمل تعويزة سحرية عشان يتواصل مع والده أودن وبيترجى يرجع له قوته عشان يجيب له ألفي والقناع فبيوافق أودن وبالفعل بيرجع له قوته ولكن بشرط واحد أنه ما يعملش أي حاجة شريرة تانية ولكن لوكي برضو مش بيبطل تصرفاته الشريرة وبيحاول وش جار تيم لمناخير كبيرة وبعد شوية بيروح تيم عشان يتطمن على ابنه ألفي وبيتفاجئ ان لوكي متنكر على شكله فبيخاف منه وبيلاقي ان امراته رجعت للبيت وبيروح لها عشان يحكي لها على كل اللي حصل بس برضو بيلاقيها لوكي وبيرجع لشكله الحقيقي وبيديله مهلة الساعة واحدة بس عشان يجيب له القناع وبعدها بياخد ألفي وبيطير بعيد عن البيت ووقتها بتوصل مراته تونيا وبيكون فاكرها لوكي وبيهجم عليها لكنه في النهاية بيتأكد انها مراته وبيعرفها ان لوكي اخد ابنهم عشان عاوز منه القناع وساعتها بيفتكر ان القناع موجود مع الكلب فبيروح يتكلم معاه وبيطلب منه يقلعه عشان ينقذ ألفي فبيرفض الكلب وبيكون متضايق منه عشان ما بقاش يهتم بيه زي الأول فبيعتذر له تيم وبيترجى يديله القناع وبيعرفه ان ألفي لما يكبر هيحبه وهيلعب معاه فبيتأثر الكلب بكلامه وبيقلع القناع وبيضهوله وساعتها بيلعب لوكي مع ألفي وبيتعلق به وبيحبه ولما بييجي تيم بيديله القناع عشان ياخد ألفي ولكن لوكي بيرفض وبياخدهم هما الاتنين وساعتها بيعجم عليه الكلب وبيعضه فبيقع من ايده القناع وبيلبسه تيم وبيتحول للمهرج الأخضر فبيهرب لوكي من المكان وبياخد معاه ألفي وبيفضل المهرج يجري عراب العربية لحد ما بيوصله لحلبة مصرعة وإهناك بيقرروا يلعبوا بعضهم لكمة والكسبان فيهم هو اللي هيخد ألفي فبيهجموا على بعض هما الاتنين وبيفضل كل واحد فيهم يستخدم قوته ويدرب التاني لكنهم بيتعدلوا هما الاتنين فبيقرروا انهم يحطوا ألفي في نص الحلبة ويسيبوا ويختار عاوز يعيش مع مين فبيبص ألفي للمهرج وبيكون مش عارف ان دايب أبوه تيم وبيكرر وقتها ان يمشي ناحية لوكي وساعتها بيقلع تيم القناع وبينديله عشان يروح له وفعلا بيروح له ألفي وبيكون تيم فرحان جدا عشان ابنه أخيرا بقى يحبه ولكن لوكي بيتعصب وبيكون عاوز يخلص عليهم هما الاتنين فبييجي قدن يمنعه وبيقرر يعقبه ولكن بيقاطعهم تيم وبيصالحهم على بعض وبيديهم القناع المصحور بتاعهم وبعدها بيمشوا وبعد فترة بيرجع تيم للشغل وبيعمل كرتون عن المقالب اللي كان بيعملها ابنه والكلب بتاعه وبينجح الكرتون وبيكون تيم مبسوط جدا عشان حقق حلمه أخيرا وبيخلص الفيلم ياريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانيل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة شكرا